ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة السادسة للمجلس في دور العقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية عددا من الموضوعات المهمة من أبرزها تقرير لجنة الرات على الخطاب الملكي السامي استمرارا لمسارات العمل التشريعي الوطني وسعيا لتركيز الجهود نحو الخطط والبرامج المدروسة بيّن أعضاء مجلس الشورى خلال مداولاتهم حول تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم بيّنوا أن الخطاب شكل خارطة عمل واضحة يستنيرون بها خلال دور العقاد الجديد نقش تقرير اللجنة فيما يتعلق في الرد على الخطاب السامي تم عدد من المداخلات من شأنها كانت فعلا تركز على ما تضمن خطاب جلالة الملك الله يحفظه في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق في مسؤولية ودور السلطة التشريعية في المرحلة القادمة ومشاركتها في مسألة التشريعات والعمل فعلا على مناحي معينة مرتبطة في التنمية والازدهار والنمو أيضا التركيز على مسألة السلطة القضائية ودورها فيما يتعلق في إنفاذ وتطبيق القانون بما يكفل ويضمن كافة الحقوق المرتبطة دور مؤسسات الدولة الدستورية في هذا الجانب وكذلك الجهات المعنية الرسمية التي فعلا لعبت دورا حاما في المرحلة السابقة ومستمرة في عملها في هذا الجانب استهلالا لعملهم الوطني ركز أعضاء مجلس الشورى الموقرين على جملة من المبادئ والبرامج الوطنية التي حظيت بأولوية كبيرة في الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم خلال افتتاحه لدور الانعقاد الجديد مؤكدين على أهمية استمرار التعاون بين السلطة التشريعية بغرفتيها والسلطة التنفيذية لتحقيق مزيد من المكتسبات للمواطنين تم الانتهاء من أعداد الخطاب الآن اللي هو أخذ كل ملاحظات الأخوة عضاء المجلس وإن شاء الله في هيئة المكتب هي بتقوم بعدد صياغته حتى لرفعه إلى سيدي جلالة الملك والحمد لله مثل ما قلت لك أننا في السلطة التشريعية دائما تطلعنا إلى العمل الوثيق مع السلطة التنفيذية يعني برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي وللعهد الله يحفظه مداولات ومناقشات عديدة تضمنتها الجلسة دارت في مجملها حول التعليق على مسودة الرد على الخطاب السامي والتي اجتملت على العديد من الآراء والموضوعات السعية لتوحيد الجهود تحقيقا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نحو مزيد من النجاح والازدهار والتقدم لمملكة البحرين بحسب ما أكد السادة أعضاء مجلس الشورى خلال جلستهم فإن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم يشكل خارطة طريق نيرة تتضمن جملة من المبادئ والخطوط العريضة التي يستنير بها أعضاء السلطة التشريعية في تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر